كوكا والأرض كوكا والأرض اسمه كوكا ده على الأساس ان الأرض على شكل بطة يعني لا لا مش هكمش هعرف هكمل انا اروح بقى قدي معلوميات دي اللي حتة وفتلة غور غور يالا متكمش في ستين دهية حاضر يا دولة هكملك كوكا والأرض ده بقى ليه أذن واحدة بس بيسمع بيها المعلمين سموها الأذون المعلمين؟ اللي هما زي العلماء يعني سموها الأذون ده حاجة حلوة ابتدت فهمني يا دولة ابتدت فهمني يا ابن عمي الأذون بقى دوا اتخرم الأذون اللي هو زي الودن بتاعت الكرة الأرضية اتخرم ده حد مثلاً نجي في الودن دي وقالتوت ولا مثلاً الكرة الأرضية بتستحمق دخل في ودانها مثلاً شوية سابون ومية بونجورنو سينيورة بونجورنو سينيوريتا أهلاً أهلاً دولة هي ايه اللغة دي؟ إيطاليا بتاع كوكا والإيطاليا جاموسة إيطاليا جاموسة إيطاليا جاموسة إيطاليا جاموسة أه طبعاً يعني بس حضرتك يعني إحنا كسبانين في الحتة 2 جنيه يعني ده أقل حاجة نقدر نكسبها ما نقدرش نقلل عن كده يعني المية بتاع ديسو إيطاليا جاموسة أه طبعاً لكن حضرتك يعني مبلغ زي كده يعني لازم يكون جاهز من الأول فإحنا هنديكي لازم يكون جملة لازم يكون في سعر جملة يعني عشان نقدر نكسب يعني طب بقول لك يا دولا ما تيجي نديلها من التماثيل المكسرة اه مكسر دي لفوق ايه أنا من نابل بحارة سباكتة طبعاً من نابل يا لأ حارة سباكتة بص يا حضرتك بقى حارة سباكتة حارة موزاريلا حضرتك احنا عندنا الأسعار ما فيهاش نقاش احنا بنخفضلك حاجة بسيطة بس عشان ايه الجيرة اللي بنا وبينكو في إطاليا لا لا يا دولا احنا لازم بقى نكرمها شوية ممكن نتنع بكسين كشري انا مش جاي اشتري انا جاي ابيو تماثيل فرعوني جاية تبيعي تماثيل فرعوني حضرتك يعني انا عمري بسمعت ان القدماء المصريين عملوا هجرة غير شرعية لايطاليا ده عملوها من زمان بقى ولا ايه اه حبيبي احنا هنبيو تماثيل مكلدة زي دولة سين عمل فيكم احنا عاوزين ناخد شغل كلهم من السين تاخدوا الشغل من السين ام علش انتوا كده بتصفوا خلافات بين الدول وبعضيها يعني عايزين تنفسوا الصين دي حاجة بينكم وبين بعض انا مالي احنا هنديكم بنصف اسعار سين لا لا مش ينفى بص حضرتك احنا خلاص ادينا كلمة يعني للحج ملك الصين انا شخصيا اديتهال انا مش هنقدر نطلع قصيرين معاهم كفاية هم اصلا قصيرين كلمة ايه اديتهال للحج ملك الصين طب اسمه ايه ملك الصين جاكي شان جايك ارت المعلومة في حاجة ولا حاجة عموما انا مديتش كلمة لحد وانا صاحب البازار البازار ده بتاعي وانا اللي بتكلم هنا بس المهم البضاعة هتوصل امتا استبر شوية البضاعة مشونة في ميناء القاهرة يا دول اسمعني بقى اخد من رمز بقى كلمة بقى التماثيل ديان ايطالي يعني بتاعت مشاكل مش بعيد لايها بتلقى بكرة جوا في المخزن يا دول تماثيل بتاعت بولو روسي ما بتقولك تماثيل فرعوني يا اخي انت بتتكلم ليه ملكش نو 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 عزيزي هنحتاجوا الى السجل دريبي حتى تطيموا عملية الاستيرات والتصدير بالسلامة بالسلامة ان شاء الله تم بالسلامة سجل تجاري وبطاقة دريبية وكل اللي انتو عايزينه مادام مفيش فلوسة تدفع متفقين اشتا اشتا خلاص ماشي ماشي هبعتلك كل البضاعة اللي انت عايزة مع السلامة ايه رأيك بقى معلم جبتك انا هو بقى عشان اعزمك بمناسبة الصفقة الجديدة بتاعتي ربنا يخليك ليه يا رب يا دولة هتجيب لي كوكتيل ياد كوكتيل ايه ياد ده انا بقيت رجل اعمال جامل جدا مش هقل من غدا وايطاليان فوديا معلم فول ماشي يا دولة بس بقى بالزيت الحق ايه 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 ده يا حضرات معلش دي طرى بالزيتنا يعني سيبهم يا دولة اهو نتفرج على حاجة واحنا بناكل يا دولة انا استحالة طلقها الي لنسترد كل اللي دفعته ده عمري كبايات حضرتك هتقع خليك فحالك هلا ولا ايه هلا دي ايه هلا دي لا 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 حضرتك خلي بالك يعني وانت هبتكلم رمزي وبعدين حضرتك دي طرى بالزيتنا وقوموا بقى لو سمحتوا انا مكسل قوم انت اقوم انا ايه يعني حضرتك لا يعني ايه 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 مكسل دي لا طرى بالزيتنا وسمحتوا قوموا يعني يعني ايه هلا طرى بالزيتك انت اللي الشاري اللي عيش بتعكف ايه اه هتخشيلي بقى في سكة ان دكة في الحكومة والكلام ده ولا ايه طب يلا بقى من هنا بدل ما نروش مياه عليكم قدام الترابيزة يا غبي يا غبي انت بتروش علي انا اسمع فاتح انا هكلمها لك دي بنت عمتي واي هتسمع كلامي ايه يا سوزي حلصت النمرة ايه يا سوزي انا زعلان منك وعشان جوزك ابن حلال وموافق على اللي انت بتعمليه بتقومي تعملي فيه كده يا ست هو ما اللي كيش بتشغليش شغلي رقاصة زي ما انت عاوزة بس ده جوزك يا سوزي يعني يرجع اخر الليل يلا يا عشاء هتكلم لا 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 هتكلم ايوا يا سوزي هتكلمه ده موبايل انا هات ايوا يا سوزي ايوا يا سوزي ايه يا ستي ايه يا ستي ده تليفوني حضرتك وهم عمريب بيتكلموا فيه من الصبر طب وانا مالي اذا كنت انت كارت انا اعمل ايه لا 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 حضرتك عندك التليفون بتاعك كباريه اكيد فيه دولي واكيد فيه مباشر وكل حاجة امال بيتماشوا شغلكوا ازاي؟ بلاش باع الحركات دي هتكلمه 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 ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دولا مايصاحش يعني تتعامل مع الجنس النايم بالشكل ده؟ الجنس اللي نايم يا ابني ده رقاصة زمانها صاحية مالها رقاصة؟ هي مش لحم ودم زي انا؟ لحم ودم وسيليكون سيليكون؟ انت قالين يا ده؟ انا ولا رقاصة؟ ده انتو نهاركم اسود ايه دولا دولا انا سمع صوت كشفات فعناية انت هتعمل لي ازا يا اخوات يعني ايه بنشوف لودانك؟ اهلا يا سيد عادل شرفت يا سيد رمزي ايه ده؟ ايه ايه ده انا السود ده سمحته قبل كده؟ هو حضرتك بتاع السوزي؟ انتو في المخابرات العامة المصرية معاكم المقدم نبيل الحلفاوي والعقيد يوسف شعباني يا سيد عام؟ طب النقيب محمد وفيق فينو مقادم؟ النقيب محمد وفيق في مهمة تانية خلينا احنا في عملياتنا انا عايز حد نشيل الغمامة دي من على العناية اه الغمامة على الاساس انها هتمطر شيلها له بعد اذن الساقة اهو انا ونبيل الحلفاهم رقبانكم من فترة طويلة اوي للاسف انتو متورطين في عملية امن دولة كبيرة اوي امن دولة ايه؟ حضرتك لا يا فندم انا بحب مصري جدا واخر مرة مصري كانت في كاس افريقيا كنت بشجعها جدا وكنت بعد اقول تيت 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 مصري ايه اللي حصل مننا يعني؟ مطلوب نكون صحي هنا اكتر من كده اه حضرتك خلاص يبقى البن عليكم اه 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 انا عايز اندهوت شهتك عشان انا لما باكل بصهر على طول اه اولا ما هتسودش الطلبات يالا ممكن يجيبه لك اللي انت عايزوا بعد كده يقسمون من الدرايفة انا عارف ان انتو مواطنين شرفاء صالحين فعلا لكن اعداء الوطن ما سهموش لمحب الوطن حاجة يا سلام فعلا انا فاندم على رأي المسهل قدر عيش لخبازه وعلشان كده احنا جبناكم جبناكم هنا بخصوص الجاسوسة اللي اسمها ماتيلدا باولو تعرفوها؟ لا حضرتك ما انا عارفهاش لا ايه يا دقولة لا ايه عام لا حضرتك احنا نعرفها انت من اولها هتنكر اللي جات لنا البزار النهاردة بتاعت التماثيل خرب ايه تاعت اه 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 يا فاندم سيادتك اعرفها اعرفها سيادتك يا فاندم بس انا يعني كنت متلاغبط كويس انك افتكرت قبل ما نحطك على جهاز كشف الفكر يا فاندم انا ما كنتش اعرف انها جاسوسة طب وحيات عالم مصر وحيات الاهرامات وحيات ابوتريكة يا راجل والله ما كنت تعرف انها جاسوسة انا بقى كنت تعرف لان هي فعلا كانت شكلها سوسة كده اهو اهو اعترف سيادتك يا فاندم امسكوا بقى اعدموه بالكرسي الكهربائي حضرتك غرقا بالرصاص اعملو في اي حاجة ده حضرتك بيشغل جاسوس لخمس دول عموما احنا مفتحين ومسكين خيوطات اللعبة من الاول انتو مطلوبين في مهمة وطنية مع الجاسوسة ما تلدا باولو تحت امرك يا فاندم لو سيادتك يعني عايزنا نعمل اي حاجة انا تحت امرك ممكن ازرع لها مثلا ميكروفونات في الشنطة بتاعتها او اكتبها الشيكات بالحبر السري التماثيل التماثيل اللي قالت انها هتورها لكم محشو محشوها قنابل ومتفجرها يلا رسوح كانت عايزة تفرقع في التماثيل عشان تخسرني كمواطن مصري ولا رمزي يا دولة ايطاليا اعلنت الحرب علي مش ايطاليا بس يا عادم ما تلدا باولو معاها فوق الاربعتاشر جنسية اربعتاشر جنسية دي بتاجر فيهم دي ولا ايه انا هفهمك ايو ابني اديني الراية صبر عمنا وانا كل ما اطلوبه يطلع في الحمام خلاص اديني اللي ايه واصل احظه الفقار يا اه نفسي اشوف نل نل ايه يا ابني وانت بمزبيره ما تهبط مقدم نبيل شغل الجهاز دي بقى صور متلدا باولو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وهي كانت سبب في تفكيكه اكيد حضرتك يعني هي فتنت على حسب الشيوع بتاع يلسن مثلا ماركو فان باستن اياما كان جاسوس قبل ما يلعب كورة كونوا مع بعض خلية تجاسوس مأجورة وتعاملوا مع كل دول العالم اه اكيد طبعا دربوا اسعار يعني عشان ياخدوا المقاولة بتاعت الجاسوسية دي بسعر الخيس بقولك يا دولا هو الجاسوس بياخد كم في الشهر لا بياخدها بالقطعة مش بالشهر بس انا اللي فاتت بقى حاولي تجند الحضري عشان ننقل لها اخبار النادي لاخن هو رفضوا صد الهجم الله الله يا حضري ارقص يا حضري ارجع بقى يا حضري دولا بقى خانيه بقى يجبش اتبطيخ هو راجع اه ونبعاتهم برضي جبولنا جبنة على فكرة يا فن بسيادتك كحيكات المخابرات دي بتجوع قوي زي البحر بالزبط انا بقى اسكت جروها عشان تجرجروها الله عليك يا نجم هو ده الكلام احنا هنكون متابعانكم بس مش عاوز يبان عليكم حاجة لا ما يكونش عندك فكر خالص احنا منحيز التنكر فاحنا متنكرين اصلا ده انا ساعة ما بعرفش نفسي امن مصر وسلامتها بين ايديك يا سيد عادل حضرتك طب يعني ان شاء الله ما العملية دي تمت بسلام يعني احنا هناخد ايه؟ طب انا اولاد مصر عمرها ما بتنسى اولادها دولا اقولك يا دولا اسمع بقى انا جيبلك شغل تجسس انما ايه؟ لوز شغل تكسس لوز ده ايه التجسس اللوز ده؟ حتة وفاتلي يا دولا تلعو بوليس بوليس؟ هفجروا في الشيشة ولا ايه؟ لا يا دولا انا مبارح بالليل سمعتهم وهم مش واخدين بالهم ان انا سمعتهم؟ سمعتهم وهم بيتكلموا علي وقال ايه؟ مش راضين بالاسم اللي انا عملتها لهم بتاعة رجيف الحووشي اللي انا سرقتها من عند بتاعة عم عبدو تاعة الحووشي ولا رمزي معلومات دي خطيرة قوي يا لا اوه هتقولها لاي حد وخصوصا ويوسف شعبان ونبيل الحلفاوي احنا هنفضل سبيان مخابرات لحد امتى؟ انا عايزين بقى ربنا يكرمنا ونفتح شركة مخابرات خاصة لان احنا بقى نكونها واحدة واحدة وجهاز جهاز وشركة شركة يا ان انا بفكر كويس قوي لان في واحد اتفقت معاه هيجيبلي جهاز كشف الكتب بالتقسيط استعمال خفيف يعني كتبتين تلاتة كتب الله عليك يا دولا طيب وانا بقى هتشغلني ايه بقى معك فديا بقى؟ انا هشغلك مسل حي لايه يا دولا؟ مسل حي يعني لو اي حد عايز يجسس ولا حاجة اما فرجهم عليك ماشي هيخافوا يجسسوا بعد كده اهو ده المسل ده اللي بيأصل للجواسيس اللي بيتقبض عليهم ماشي يا دولا واحنا هنفضل صغارين لامتى يلا وانا هفضل شغال مع يوسف شعبان بالشنبو ده انت عارف يا دولا؟ انا شاكك ان هو حاطت كاميرا في شنبو مخبيها بس بس جمي يا لكم مين مين؟ جمي يا لكم اعداء الوطن شاو سينيوري شاو سينيوريتا اهلا اهلا اقدم لكم جزء اختي مارلون براندو مارلون براندو؟ لقتيه فقان هو نادي فيديو ده مارلون هو اكبر منذوب تسويق تماثلي في العالم طيب ما يسوق لنا التمثال بتاع رمسيس التاني لان صراحة يعني متمرمز معانا اللي هو التمثال ده اه اه شوها في صلاح السالم شوها لا في مدار رمسيس شوها في مدار الرماية يعني صراحة بيكلف يعني اه ده غير بقى اكله شربه سجايره وكل ده من شهريت الدولة وصراحة الدولة مقصرتش يعني بس يعني دي مصاريف كتيرة قوي يعني عليها على اساس ايه تمثال وكيف ومش معقولة يعني لا احنا عندنا خطة متخطاتة تخطيط بخطوط مخطوطة عشان نشتري مصر كلها عاصدي نشتري تماثيل مصر كلها اشتروا تماثيل مصر كلها؟ تم تسيبونا تمثالين تلاتة للواد رمزي كسارهم يعني اه انا بموت في التماثيل بس انا عايز معبد لوحدي افتح في بزار لا دي صفكات كبيرة مو سوانها دلوقتي المهم دلوقتي عندنا ان احنا نخلص من الشغلان المنايلة بسئتين ايلة دي عشان كله يرزق كله يرزق ماشي عم مارلون مع ان فيلمك الاخير ما كانش عاجبني ادائك اللي هو السهل الممتنع ده جوز اختي مارلون سوف يقوم بتسليمكم صفقة تمثلي ومنسمة ايه منسمة دي؟ لا 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 معلاش حضرتك تحترميني احترمك هتقولي منسمة ونغلص في بعض لا معلاش نو 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 هي يا اصدقى يعني اوامك اوامك يعني اه اوامك اوامك ماشي اذا كان على اوامك اوامك احنا جاهزين مارلون سوف يكون معاكم خطوة بخطوة التي تلها اه اه اوكي هيبقى الخطوة التي تليها عادي جدا حتى يكون بتسويكها مش احنا متفقين على كل حاجة مش اتفقنا احنا احنا اتفقنا خلاص مش انتو هدف الهدف ان احنا المنطقة تكون عجة بالسكان يعني كل شازية توصل قصدي كل كتعة من التماثيل توصل لكل فرد من مصر العزيزة مصر العزيزة واضح ان انت بتحب مصر اهوى خواجه اوه انا بحبها كتير انا شربت من نيلها شربت من نيلها انت وشرين في كباية واحدة بقى ليه ما شربتش من نيلها المهم يعني هتسلمونا امتى وفين اه غدا هنا في البزار اه يلا يا مردون يلا حبيبتي يلا يلا الاب الروحي فهمت حاجة يا رمزي لا يعني يا يوسف بيه حضرتك بزلت واضح مجهود كبير اوي في التنكر يعني معرفتش تعمل حاجة في شنبك ده دولا افتش على شنب ويمكن نلاقي الكاميرا انا اخده نروح بيها الانطر نتصور انا مش قلتلك تخفي شنبك شوية يا اخي اهتم بشنبك زي ما بتهتم بشغلك سيبك من شنب الوقت يا نبيل المهم وصلتوا ليه وصلنا حضرتك مصيبة سودة يعني حضرتك تخيل جايبين التماثيل وعايزين ان احنا نوزع لهم التماثيل دي في اماكن مليانة سكان بتاع عجب السكان يعني او اماكن سياحية مش حيل حقوا يوصلوا للخطوة دي طب بصوا يا رجالة احنا ممكن نخليهم ياخدوا التماثيل ونروح وراهم نفجرها في بلادهم تحت بيتهم لا يا رجالة لا احنا بزي يوم احنا ما بنابلش الشر بالشر ايوا صح لان دايما الخير بينتصر في النهاية على الشر انا شفت كده في كل الافلام طب حضرتك ايه يعني تؤمرونا باي نعمل ايه بصوا انكم تصدرجوهم لمكان مواسع وده حيسهل عملية اطلاق النار لو استدعى الامر بس يبقى في القهوة يبقى في القهوة بقى يا دولة علشان حتى لو ضربونا بالنار نقوم نرش عليهم مية مغلية في وشش خذي 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 هتجيب مية مغلية منين ما انت ساعتها ممكن تكون واخد ضربة في رصاصة مثلا في صدرك ولا حاجة هتقعد تسحق في لسه للغلاية يهبل انا ما قومش الحد يا دولة انا الواحد الشاي اللي انا هطبيبه يجيلي الامر وهم اسكت وط صوتك انت بتشوش على الجهاز اللي معايا اقبضوا عليه بقى يا فندم يا فندم حضرتك اقبضوا عليه ارحموا مصر ارحموا الوطن العربي كله حضرتك ده جاسوس ده بيتجسس لحساب غباءه يا فندم تخترح المكان ده فين يا مقدم نبيل اعتقد يا عقيد يوسف شعبان ان احنا محتاجين مكان واشخ في نفس الوقت دي علشان ما يقدروش يهربوا مننا بس انا عرفته المكان ده احنا نروح بيت دولة والبيت دولة ده لا يعك بالسكان يا ابني ده بيعبكوا بيزفرت بسوا الكون سكوتينتوا مش مهم يا عادل مش مهم كلنا فداء مصر ايوه كلنا فداء مصر او فداء الشندوي دي بس حضرتك يعني البيت مليان ستات امشيهم ازاي اقول لهم ايه هقولك بعدتهم يجيبوا ورقة بوستة بس اوفرني حضرتك ورقة البوستة دي من زمان من ايام فؤاد المهندس بس الحكاية تغيرت دلوقتي انا هتصرف انا هتصرف مع ان الحكاية دي هتكلفني فلوس كتيرة جدا بس برضو كله في داء الشندوي دي بس انت فعلها حضرتك العنوان اهو عشان تيجوا عليه على طول ايه ده واضح ان حضرتك مدرب على البلع يعني مهم جدا انك ما تسيبش اي اصلاك عارف انت عارف دولة انا احسن منه على فكرة انا وانا كنت زمان كنت ممسح الصبورة بلسانة ايه ده ده انت فاصيلة نادرة احنا محتاجينه بناخده يبلع الورق المهم وبالمرة الزبالة ايه ده انا اخرب بيتك هتشتغل معزة في المخابرات يا انا بس خلي بالك بقى ما تقعدش تنقمى طول الليل وطول النهار لان برضو سيادة الليوة سلاحظه الفقار بيحب يقايل ساعة الظهرية هو والنقيب اشرف زاكي بكرة الساعة خمسة وخمسة هنبقى في العنوان عندكم ومتنكرين الله الله على الدقة بص الدقة بتاعتهم يا لا خمسة وخمسة اكيد بقى بما انتو دقاء قوي كده فهتيجوا متنكرين في زي ساعة حيطة مثلا ستلقاش طيب فين بقى المسدسات ليمونة عليها المسدسات اللي مبتخلصش دي عشان نفرتك العصابة طبش يا مسدس ستة ميلي خلي بالك من دودة عهودة بعيد احنا نزودهولك يا أصلا طب من مفهوز زخيرة الزخيرة شاحة انتم يا الله اخافين همسوه ساعة هاولع بس احنا مادبين على طلب ايه ممكن نحتاجها دولة احنا لازم بقى نجرب بالمسدسات دي عشان لو طلقت بايزة نعرف نرجعها ترجعها ايه وانت شاريها من مكتبها يا ابني وبعدين ما انت فكتها من الكيس بتاعها محدش هيردى رجعها لك يا غبي طب افرد بقى دلوقت الرش بتاعها خلصان رش ايه يا ابني ده انت طالع تستطع صفير ده انت طالع على عصابة وعصابة جمدة جدا يلا ماشي يا دولة طب هنعمل ايه طيب هبص مسألة بسيطة خالص هنعمل لك بروفا دلوقتي انا دلوقتي كأن انا البوليس وانت العصابة انا العصابة الوحدي يا سيدي انت رئيس العصابة والعصابة غايبة النهاردة الصرف هتعمل ايه هاخصم لهم ولو كرروها هبلغ عنه ماشي ماشي انا دلوقتي البوليس هقول بوليس هتجري هقومي شنكلك تقوم انت وايه على الارض والمسدس يبعد عنك هقوم انا ايه طالع على نفسك واخد منك المسدس وقتلك على طول اتفقنا اتفقنا يا دولة تم انت معاك المسدس يا دولة اقتلني وخلاص بيه يا ابني المسدس بتاعي في الكيس بتاعه عشان اما رجعه يا غبي ها جاهز جاهز يا دولة يلا يلا بوليس العصابة غايبة فوت علينا بكرة فوت علينا بكرة ايه يلا اجري عشان اشان كلك يا غبي بوليس المسدس واقع اه اقتلني بقى اقتلني سالة سالة قوم بسرعة يلا الحصابة وستت بسرعة يلا بدل ما اقتلونا احنا الاتنين خلي المسدس معاك دريه 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 ماشي خبيه انا اروح افتح ماشي بسرعة دولة احنا جينا اهنا جينا اهنا جينا اهلاً اهلاً وسهلاً اهلاً هذه هي التمثيل طيب ما حدش بقى يولع اي سجار جنبيها بس ونوع شان ماشيه اهلاً وسهلاً اهلاً وسهلاً يا ترى هم فين هم فين اه ترى هم مين؟ ا畫رى عنكم متوترين اهه اناغ اصعيف انكوا متوترة وتترتيرين لا وايلي واتوت طرنا يعني مش عاوزين ظبالة لا شكراً ماماديناش مش عايزين طيب ما فيش عندكوا هدوم مكوية عشان ناخدها اه، المكوي كله هنا هو يا معلم ردي يا عمي لا ما تردش ما تردش عناية بص يا دولة الجو ده كله فيه تلوثات والشطافة دي عمينا أكتر حدا معرضة للتلوثات للجو ايه الشطافة؟ انت بتتعامل مع الشفاطة على إنها شطافة يا لا وإيه الفرق يعني يا دولة؟ يا ابني الشطافة مش للشرب مالقي يا دولة؟ لا لحاجة تانية خالص لكن الشفاطة بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساعة بس مش تشرب بيها شاي والشاي برضو بتشرب بيها شاي يا دولة علشان فيه فيروزات والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني فيروزات؟ دولة على أساس إخوات فيروز الصغيرين انت الفيروزات يا ابني لو دخلت جوا معدتك انت اللي تعديها بص يا دولة انت تقعد عن قعدة ناهد معك كده وعمرك ما هتفهمني انت مش مفروض الواحد يفهمك انت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب الحيط ايه ده ايه 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 اائا اي Jewknow ايه ده ايه 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 او احبتك انت الشاي لو صبحت ايه ايه؟ الراجل ده انا عرفه انا يا رمزي غريبة معا ايه انا يشعر ان انا معرفوهش تشتك فخده جيساك لأ انا عرفو انا متأكد كان مع Dracula ماجمى في المدرسة واسمه حمدي يو يا عم بقى يا عم بقى فكك بقى انت كل شوية دولة توقيت تقول لي ايه ده ايه ده نعرف الناس دي ايه ده ايه ده نعرف الناس وتروح تسألهم ويقول لك احنا ما نعرفكش اصلا بص يا عم انا مش همشي معاك في حتة بعد كده ولا 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 ما تخافش متخافش بص يا رمز اعرف البزار بتاعنا اه هتطلع لغاية عنده معاك المفتاح بتاعه اه دول هتفتح البزار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك حاضر يا دولة يلا حاضر اه الشطافة خدت الشطافة بقى تصيله قاعدة كده معقولة الشطافة لازم دول قاعدة يلا بتكل يا الله بص ولا ايه يلا بتكل قالوا ايوة انا المهندس حمدي السيسي انت بتضحك ليه انا بابا اسمه السيسي انت مالك انت ايو ايو انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان ابتدى الحفر والفحت حمدي السيسي صح ايو في حاجة ايو السيسي يا حمدي انت مش عارفني ولا ايه انا عادل سعيد اللي كنت معاك في المدرس انقراش السنوية العسكرية بنين اه اه فاكرك فاك لا مش انت انت اقفل وعشان الكارت انت اقفل اقفل اهلا يا عادل زك يا حمدي وحشني وحشني حقيقي اخبارك يا حمدي ايه اهد 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 اخبارك ايه الحمد لله مش رشحوني بعد ما جيتني من فرنسا ان انا اكون المدير التنفيذي للمرحلة الجاية لمترو الانفاق اه ما شاء الله برافو عليك يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزة اثور ثقافة عن الشعر اسم خطهاش يعني يه ده يا عادل انت لسه بتجري ورا التفاهات دي التفاهات لا دي هواية عندي بس انا عند شغلتي يعني انا عند بزار في الشارع اللي ورا ده عايزك تيجي تزورني شارع ايه؟ شارع الترولي بكسب منه كويس ايه الحمد لله لازم تزورني يا حمد شارع الترولي اوه ياه ايه اللي ده هنمشي فيه المترو ماشي في المترو؟ طب ليه يعني شمعنا الشارع بتاعنا اللي هتماشروا المترو ما تاخدوا المترو واتوا ما تشوفوا في أي شارع تالي؟ يوه أنا جايبت نفتة فسحه بقولك ده المترو المترو هعرف كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع هعرف الشارع ده هيتقفل خالص والمحلات هتشال هتشال تصور محلات هتشال ايه؟ يعني الوقت عوزة؟ ده ايه ده مشروع قومي الله لازم يبقى فيه تضحية ايه يعني شارع او شارعين محل محجلين كل ده عشان القاهرة الكبرى يا اخي قاهرة او كبرت ايه؟ كبرت يا عام حامدي وانت هتعمل لي فيه ارفاعي جاي تطلع لتعبين لا يا أستاذ بعد اذنك يعني ما ينفعش خالص ماشروا المترو بتاعكم من الشارع لفيه المحل بتاعي الله لازم يبقى فيه ضريبة يا اخي ايه المشكلة يعني؟ طب انا بدفع الضريبة انا طول الوقت بدفع الضرائب حضرتك وللوقت باتفرج على اعلانات ويقول لك مصلحتك اولا وادفع هي مصلحة ان انا ادفع وبس ماخدش حاجة خالص يعني؟ هي دي ضريبة النجاح كمان النجاح هيعملوله ضريبة انا فاشل يا سيدي مفروض ما ادفعش بقى ضرائب بتاعت الفاشل دي ايه وعدتقولها لنفسك كده يا عادل انا عايزة اتعيش معي اللحظة تخيل المشروع ده با بعد ست سبعة سنة قول تلاتين سنة لما يخلص ياه تحس بالفخر تبقى ماشي مفخور كده والفخورة واخدك وانت ماشي في الشارع كده ان المحل بتاعك جنب المترو وتشاور لولادك وتقول لهم تخيل ياولاد المحل بتاعي جن جنب المترو يا سلام اه ده ايه الفخورة اللي هبقى فيها انا والعائل دي طبعا هلبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك ايه؟ انت مش عندك بظهر؟ اه يا سيدي عندي طب ايه رأيك بقى انا هخدمك خدمة عمرك انا هسمي لك المحطة محطة البزار ها ايه رأيك؟ اه لو كده يبقى معلش اه محطة البزار برضو الواحد يبقى ماشي مفخور يعني يا حضرتك طبعا 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 حضرتك انا مش عارف صراحة بجد يعني اودي جمالك فينا عم حمدي يا صديق الدراسة احنا اصدقاء طفولة سلامه عليكم عليكم السلامة عادل تعال تفرج معنا على الفيلم ده فيلم القطار يا عادل اي انت بتحبه القطار انا مباحبوهش ليه بس يا ابي ده فيلم يجنّد مهما تعايد لازم اتفرج عليه انا ما بحبش القطار انا حر الله مالك في ايه يا عادل؟ أحضرك الأكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفسي في ايه يا عادل مالك؟ مالي هيمشوا المترو في الشارع اللي في البزار أخيراً أخيها هترحم المواصلات والقرف وأروح مدرستي بادري بقى مدرست هاي؟ المترو ده عشان يخلص قدامه ست سنين تكون انت طلعت على المعاش يا ماما ايه؟ والنبي يا عادل والنبي يا حبيبي عشان خاطري ابقى أخدني معاك أتفرج على عملية بناء المترو واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل عارفين يا جماعة مست المترو ايه؟ انه سريع جداً ما بيوقفش في أي إشارة أتلاست 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 انه هيعمله في مترو أنفاء زي أوروبا زي أوروبا ايه يا جماعة؟ انتو مش فاهمين حاجة يعني البلد تتطور زي أوروبا وأنا حالتي تتدهور عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيوزك للتروماي أسرع عن رأيك في المترو أنا يا ست الأم متحيز للتروماي ولا للمترو مالو التوكتوك صغير وزي الفلو بيزرق من الشوارع ومن الحرات ويجأ عكسي ولا علي درائب ولا علي مخالفات مالو التوكتوك انتو قصلكم مش فاهمين حاجة طب ما تفاهمنا انت يا أبو المفهومية دلوقتي المترو ده لو مش في الشارع اللي فيه البازار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي يا لهوي يعني البازار كده بح ايه يا ماما البازار بح كمون كمون عادل كمون كسكم فا فين منو وقلنا بحباتي مش وقت فرنساوي خلاص كفاء المترو انه فرنساوي طب المانجاتو هنأكل ازاي هنأكل بقى من التطور الأوروبي اللي حضراتي كنت بتقول عليه بقى بصوك غيروا المحطة دي غيروا المحطة دي انا مش عايز اسمع اي حاجة فيها قاطر بعد اذنك يا ناجلاء حاضر 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 بصي اتفل تريكزيون خالص حاضر حاضر بص يا عادل انا عندي فكرة رهيبة رهيبة ايه رأيك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعت البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا الشاكة ومحترمة على الاقل الاقل تاخد تعويض او اقولك يا عادل تعملوا اعتصام تحت صفح الهرم وانا اللي عاملكم شعار المزهرة ابو الحول براس انسان وجسم مترو كبير يا ماما يا ماما كده هوق يبقى في دعاية للمترو احنا عايزين دعاية ضد المترو على فكرة اصحاب المحلات لغاية دلوقت ما عارفوش ان المترو ايمشي في الشارع انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي طب ما تقول لهم يا عادل يابني يا سلام اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص لا عادل اسكى من المترو طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمة من غير ما هم يعرفوا خالص ده غش غش واحتيال حرم عليك يا اخي حرم عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل يا سلام يا امو ضمير خلاص خليك انت لضميرك سبين انا اتصرف بطريقتي انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس ابيع بالاسعار القديمة وهم يولعوا اي موسيقى يا معلم تيتي انا حصلي ظروف صعبة جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعة وما لقيتش غلط صاحبي وحبيبي واخوي يا معلم تيتي اللي فكرت بحهم له يعني اخوك وحبيبك احنا هنصيع ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات بس هادي يعني انا وانت واحد مثلا يعني والجروب السياح اللي طاشتوا منك وبيعطلوا نفس تماثيلك اه بس احنا اخوات يعني وبعدين اللي في جيبي في جيبك انا معلم تيتي ودلوقتي بقى جاية تمت يدك في جيبي مش كده الام الام بتبقى يعني الواحد بيهتم من الام اصلا الام ده متتعولش يعني مالها الحاجة جالها مرض خطير يعني اسمه تيسي تيسي ايه؟ تيسي تيسي وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني بس جي الام يعني وبعدين يعني طول اليوم وطول النهر وطول الليل ما بتعفلش حاجة غلنها بتعطي عطس تيسي 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 ده ما بنقاش عندها وقت انها هتتكلم يعني تت بحاجة دي باركة وعلى عيننا وراسنا مع اني مش محتاج بضاعة وبضاعتك عفشة ومحلك عتبت وفقرية لكن هفكر اه اه ايوه ايوه فكر وانا بقى تيتي لان يعني لازم عايزة تعمل عملية والعملية دي مع انك دون وبتقط علي من نفس ايوه مش هعمل كده تاني بس عملية ولا زي تتعمل في بلد مراحة ما عليك بس عشانا المعلم تيتي على سن ورمح وسين المعلمين وابقى خدام ست الحاجة انا هاخد البضاعة بس بتامن جملتها اما محلك ده بقى ده فقري زيك ملزمنيش يعني يا معلم تيتي يعني حاطتني تحت سنانك وبالجز ما انت ياه ما خربشتني ودفرك طالني لاما خلاص خربشك ايه ادي افرة قصت والسنان خلعت والتيسي تيسي جي لامي خلاص ايه ربما انا عد عليك بكرة الام التماثيل وارميلك فلوسك ربنا خليك ربنا خليك ماشي بكرة بس اهم حاجة يعني انت جبل الفلوس على طول ده ايه القدب اللي حط عليه مرة واحدة ده بقولك الام يا معلم تيتي الام وبعدين بتاع راستولي الوقت وانا خايف اعتعيدي صراحة هو مؤدي اه مؤدي تسي 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 بقولك إيه؟ إذا حبيت تبيع حدومك دي نرنة حاضر يا سيدي معنى مقاسي غير مقاسك وزوقي غير زوقك ده إيه اللي انت لابسه ده شفاف يا معلم تيتي معقولة يا عبي لكن برضه بقى تديك رنة حاضر سلام عليكم مع السلام يا معلم خلاصي معنى يلا رجالة الحمد الله خلصنا من البضاعة إيه ده؟ إيه ده دولة ده؟ إيه ده؟ والله برافو عليك يا دولة بيعتي البضاعة دي كلها؟ يا ابني بيعتي إيه؟ أنا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية لا إيه منت برضه يا دولة؟ استكمنت لحد ما تكمم انت بتعلم الكلام يا لها في مستشفى الكلب يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري نخب الخزوق اللي خده المعلم تيتي انت مش خد خزوق عادي أنا أخيراً خلصت من البضاعة يا لها يا رمزي فاضل بس أخلص بقى من البزار آه يا دولة بقى نخلص بقى من البزار أو بص نتخلص منه عارف بكد يا رمزي أنا نفسي أتخلص منك انت لأن فعلاً من زمان نفسي وأمنيتي إن ربنا يكرمني ويبعثلي واحد يكون بيفنع من لأنا بقوله بقى كده يا دولة؟ ده زا كان أنا بقى جايلك النهاردة بفكيرة جهنمية بخصوص بيع البزار ده فكريت ايه بقى يا فكيك؟ بص كويس يا دولة كشري ماله يعني؟ المعلم زعزوع الأصاب يا دولة ماله المعلم زعزوع؟ اللي بناكل من عنده كشر يا دولة أيوة اخلص ماله اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دولة هتقوله ولا نفخك ماله؟ سمعته يا عم إن هو عايز يشتري المحل بتاعنا بتاعنا؟ والمحل بتاعنا بس يعني لكن ما دام عايز يشتريه وخدك إنت كواسطة يعني ما عنديش مانع إن هو بتاعنا إنت عارفت إزاي؟ أيوة دولة أنا هقولك أنا بقى وأنا بضرب الكشري للصباحية بتاعتي بقى من عنده سمعته قال إيه بيقول للمعلم علش إن هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه وإحنا بقى دولة مش قريبين بس نحنا لزقانين مع بعض هو حر بقى مدم هو اللي عايز كده يشرب يا معلم هاها ها سأنا زعلان منك برضه يعني يا معالم زعزوع ماعقول يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقولي ما أنا خفت أيقولي لحد على الموضوع ده يقوله ايكوش على الشارع كله وانا ما بحبش ازعل حد مني يقوله جاي كوش على الشارع同ي لو شاهدة مني تقصد إيه يا يعني أقصد يعني إن ما دايم إلا وجه الله ونعمة بالله بصنا يا أستاذ عادل أنا جالب أنفتح لك جوي بني وبينك كار الكشر ده مش بتاعي ده كار أبويا وجدي وجدي جدي وهم اللي أكبرونا اشتغل الشغلانة دي ما هو برضي يعني يا معلم زعزو عطاعة الوالد والجد وجدي الجد وأكبر يعني مظبوط لكن ده مش غيتي الغيتي أكبر من كده بكتير أنا أطموحي مالوش حد يا سلام وقيت موحك في محل كشر يعني هتقلل للرز وتزود العدس لا أنا غيتي في الجصب ماليش أنا حاسس إن القصب لو تحط على الكشري هيعجن يعني لا مش علينا أنا حفتح محل عصير جصب وفواجه وبكده نبجى ترجينا خطوة لجدام ونرى يا حزبون طب هو الزبون عدم المغز يعني تعبان في إيه حقول لك بيني وبينك الشطة عندي شديدة جاوي ووعرة أهو الزبون يأكل من هنا ويحب يهد المسائل يروح يشرب كبات قصب وبكده نبجى لأيحنا الزبون يا سلام عليك وعلى أفكارك عموما نبص بقى يا معلم أنا المحل بتاعي قدّي المحل بتاعك بالظبط شوف كده بما يرد الله هتدفع لي قدّيه بما يرد الله حدّيه لك مئة ألف جنيه خمسين ألف دلوقت وخمسين بعد شهر ونمضي العقد نمضي العقد بعد شهر لأ مش هينفع طب إيه رأيك تدفع لي سبعين ألف جنيه بس دلوقتي ومش عايز أي حاجة تانية بعد الشهر ونمضي العقد على طول دلوقتي عمرك عجيب يا أستاذ عادل أنا أول مرة أشوف واحد يفاصل لتحت ما هي المشكلة في اللتحت يا سلام أخيراً خلصت من البزار وخلصت من البضاعة مش فاضل غير يا كرامزي عايز أقرص يعني أنا شايف كده بقى أن إنت معاك فلوس كتير قوي ها؟ أنا عايز حاجة صغيرة يعني نسبة كده تمانين في المئين تمانين في المئين يا نسبة يا ابنة أنا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم أخلص منك سافر بقى يا رمز حمدي إزاك حمدي عادل إزاك عادل وحشني إزاك حمدي والله بجد يا حمدي أنا مش عارف أشكرك إزاي يعني أنت عملت فيها جميل العمر كله بجد كنت أروح في أبو نيكلة معلم لأ ما خلاص لا في أبو نيكلة ولا أبو فجلة خلاص أقصدك إيه؟ قصد يعني الشارع اللي في البازار بتاعك شارع الترولي ده تلق كده كنز وديق من الجنب فحولت على الشارع اللي بعديه أوسع شوية شارع اللي وراك على طول وأجيب بقى حفارات وأحفر براحتي يا عمو أنت عايز تحفر وخلهص أحفر يا عمو أحفر وعلى ضمان تانى لو أي حد كلمك صدرنا أنا ما ننفعش أصحاب المحلات حيزعلوا عشان كده غيرت المصار غيرت المصار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عمو هم من اللي خطرانين يا دولة ألا يعني هم هيلاقوا يعني بازار أحلى من البازار بتاعنا فين عشان يوعدوا يحفروا فيه مصي يا لا يا غبي يا غبي أنا كده اتخرب بيتي هعمل إيه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل و بتاعت المضع عزي اتخرب بيتي اتخرب ايه بعد عني ايه بعد يا اسافر يا رمزي اطلع على سويسرا اهربني سويسرا يا عم شمعنا انت يلا يلا اطلع برا اتك العراح اطلع برا احفر مش عايز اعرفك احفر فيه مش عايز اعرفك أنا أنا فعلا ندمان على المدرسة اللي انت كنت معا فيها اتخرب بيتي ضيعت نفسك بنصحتك يا بول عريف بص يا سناء مش نقصاك والنبي محدش يقطرني انا مش ناقص تقصيم يا جماعة طيب بص يا بيبي ايه رأيك ترجع لهم فلوسهم و تاخد البازار والأبداعة ايه بطر الحكاية مش بالسهولة دي يا اخوانا وبعدين هقول لهم ايه هقول لهم ممي خفت يعني ايه ده؟ هو انت قلت له ممك عيانة عشان تبيع؟ خصى عليك انت مش ابني انت ابني الشوارع ايه بص انا مش كده يعني انا بس كنت بقول لهم كده يعني كده و كده يعني ابي عادل على فكرة بقى انت غلط مهم يا سلام على المعلومة انت غلط ما انا عارف ان انا تزفت و غلطت طيب بص يا عادل انت تشتري بازار في مكان تاني يا رانيا يا حبيبتي المسألة مش بالسهولة دي البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني ده كان في شرع مميز جدا مليان حركة ابتدي من السفر يا عادل اصدق ابتدي من تحت الصفر يا ماما بص يا عادل انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتاز صراحة يمكن تصعب عليهم في رجع و لكنهم مخدوه ماشي يا ماما انا ممكن اتكلم معاهم بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحة يعني يعني صراحة لو اتكلمت معاهم بصراحة ممكن يش نقوني سبحون يا معلمين انا يعني صراحة كنت انسان اه 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 اناني و وضيع والحاجة جديدة زي ايه حضرتك از ربما يعني واطي خسيس دنيو لوكل حاضر حضرتك انا انسان واطي وخسيس ودنيو ولوكل وما استهلش اقعد ما معلمين كبار زيوك وما استهلش اقعد ما معلمين كبار زيوك من الاخر عايزي بقى كنت عايزة ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده وكنت ارجع البضاع اللي حضرتك خدته يعني المحل خلاص بح جبنا الجصب ونجس المكة نعصر ونبيع طب يعني انتو هتعصروا واتبيعوا يعني انا هعمل ايه اقدراتكو يعني ده حتى الفلوس اللي انا اخدتها منكو روحت احطتها عربون عند راجل مصاب خد الفلوس دي وكان بيبيع الكروت بتاعت شاحنه وخد الفلوس كلها وطلع على برا حضرتك طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعة كنت هتسد منين ايه يعني كنت ممكن اقصتهم لكم اطلع مرة يا هاليخ اطلع حضرت يا معلم حضرت طب يا معلم والناس اللي مربوطين في القابت دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك ده لعندي ستة ستات غير الجذب من اللي بصرف علي يا حضرتك اجب له لهم فلوس من ايه حضرتك صعبت علي يا هاليخ ربنا اخليك يا معلم ربنا اخليك والله يا معلم خلاص خلاص نشر لك معايا في المحال ستشغلني يا معلق اقشر واعصر حاضر يا معلم شرهلكو وعصرهولو يلا دخلت برضو؟ اوه مش مش الله عادل انت مش حوايدينك انك تيجي بادري كده وكمان جاي برمزي معك والله انا قلت يعني اكافقوا ويجي يتغدى معانا النهاردة في البيت لانه صراحة ما كسرش غير تمسالين بس وبدل ما يقعد في البازار ويقعد يأكل في التماثيل بيفتكرهم عروسة حلاوة ربنا نخليك يا دولة رب وبعدين يا دولة ما انت بحبح المهيه بتاعت شوية يا عم هادولة هادولة يا صفتي كميلة كميلة ده بيبيز انا انا خالص ايه ده؟ ده حاجة صحي ايه ده؟ ده كلبي عادل كلب ايوه انا عارف انه كلب وانا قلت انه هو قطة ايه اللي جابه هنا ده؟ يا حبيبي ده سوني سوني عادل سوني عاشت الاسامي يا سي سوني وانا عادل يعني ايه اللي جابه بقى؟ الله يا دولة دولة هوا الكلب ده وانا بحقه حقيه ولا بلاستيك؟ بلاستيك؟ ده كلب بوليسي انا ايه ده؟ ده انا معيش بطاقة يا دولة لا ما تهداش انت بصوت الكماش مع ايه حاجة فالص لانه هو بالنسبة لك يعتبر زميلاً عايزة فهم؟ الكلب ده ايه اللي جابه هنا يا هانا؟ بص يا بيبي ايه ده بص كده؟ انا حفاهمك كل الحكاية عشان انا عارفة كويس اوين انت متخصص في الاحاديث والاقاويل والمشكلات والحواديث بص بقى انا وانا قاعدة عند الكافر قابلتي يا امامي ساحبتي باكينام انت عارفانة طبعاً يا حبيبتي كي بقى بخورس اللي فزيعة دي اللي هي اللي هي الريتش دي اه 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 دي بقى كانت عايزة ايه تسافر عند بنت خلتها مالتا طاعد هناك شوية كتير جداً شعاويل دي ليس راجة من اسطنبول ايه يا امامي انت فاكت انها زيينة قاعدة طول النهار كده في البيت لقى دي رايحة جاية سفرت يا رادوكي يعني المهمى يعني اختصاراً للقول انها كانت مش عارفة هتحط الكلب فين لحد ما ترجع من السفر ها فعرضت عليك بقى اني انت تخلي تكلب بتاعها عندك يعني عمري.. عمري استحالة دة ايه謝謝 انت بتحرجه اللي هي عادة ام نال ايه اللي حاصل يعني انا الي عرضت عليها انها هتخلي الكلب عندنا هنا ليس عليك يارور לא�ب بهو وهو غيرك ماما ماما انا عايزة لعب مع الكلب وأنا دولة عايزة أخد الكلب ده ونواربطه وأجربه في الشرعة دولة أبا أقولك إيه؟ رانيا؟ رانيا بس يا لأنت وهي رانيا، ده الكلب ده مش هيقعد هنا في البيت وأنا ناقص كلاب وأنا هصرف عليك ولا على الكلب لو سمحته؟ الكلب ده أخده يسربيه لو سمحت ما تجرحوش ده ابن عيلة متأصل ومن أصول عريكة من أصول عريكة إيه يعني؟ جده لك باشا؟ انت متحرج لعاد الولايات؟ مش عارب ده أصوله عاملة سديدة أصوله إنجليزية، فرنوسوية، إيطالية أنا ماليش جعب الاتحاد الأوروبي اللي جاي منه الأستاذ الكلب ده أهم حاجة ما يعديش أنا بقى حدودي الإخليمية في البيت بقى أخس عليك يا عابي لا أخس عليك أخس عليك يا عاد الحرام عليك إنت إيه ما سمعتش عن جمية الرفق بالحيوان؟ إزاي ما سمعتش؟ أمر الحيوان ده اللي أنا برعاه بقى لك خمس مواسم لغاية دلوقتي أعمل فيه إيه رمزي زفتي ده؟ يا ربني خليك يا دولة رب وبعدين يا عاد الحرام عليك أنا ما قدرش نزل الكلب ده في الشرع الأحسن أنا أنا خايفة عليها تجرد ومستقبله وزيع ويبقى كده مدمن ومن كلاب الشوارع يعني هيعمل إيه يعني؟ هيشم كله ولا يسرق عظم الجزار ولا يسطح فوق القطر يعني؟ إيه إنت بتكلم عنه يا إبني ده بيأكل كل يوم شركسية؟ شركسية؟ بلاش أوفر بقى شركسيت هي يا ماما ده أساساً عمره مداء اللحمة ولا عدت من قدامنا أخيره خلاص خلاص يا عادة خلاص ده واضح إن أنا مضطرة أستغنى عن الميت جنيه اللي كانت هتطلعلي من الكلب كل يوم ميت جنيه؟ أصلاً ما قدتش يا مامي سحبته إداتني ألف جنيه على أساس إن أنا أصرف على الكلب كل يوم ميت جنيه بس أنا طبعاً بنظرتتي المصروفية اللي هي المحافظة قلت إن أنا حصرف عليه خمسين جنيه بس والخمسين جنيه حسبها لمصروفاتي الشخصية رانيا؟ لمصروفات البيت يا مامي آه إنت عارفة زمان كان نفسي يبقى عندي كلب بس كان عندنا البيت صغير يعني بسانح بالكلاب آه والنوع ده كمان اللي هو النوع الكلب الأبيض وكلب الأبيض ينفع في اليوم نسود إيه ده؟ أنت جايب الكلب هنا؟ هو إيه؟ يعني ما كفكيش تولي اليوم إن هو يبقى معاك يعني جايبهولي شوفي لو سمحتي شوفي عينام فين؟ هانا عينام هنا فين؟ فوسطينا يا بابي فوسطينا؟ ده زا كانت ياسمين بنتنا عمرها منامت فوسطينا هتنائم كلبه فوسطينا ما صالك يا عادل ده سوني 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 إيه سوني 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 إيه ابن أختي يعني؟ لأ طبعا مش ابن أختي آه طبعا عشان أختي لسه ما خلفتش ياري ما تغذرش يا عادل والأمن الأمن والأمن ده ممكن يحصون في أي حتة لعلمك لو نام في البلكونة هيتسلى جامد عنده النجوم يقعد بقى يتفرج عليها براحط أو أقولك ممكن ننيمه في الصندارق عنده فران بالهابل هيقعد يلعب معهم وهو قد الفار أساساً مقدرش يا عادل مقدرش مقدرش يا حبيبي ده أمانة 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 عليكي أنا عايزة نام كده يا عادل أوكي طالما انت عايز كده بقى ومسر وملح بقى رجع الفلوس اللي خدتها في مقابل إنك ترعاه ذلك المسكين الحيوان لا ده الحيوان ده لطيف جداً ده أنا بحبه جداً يا سوني 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 يلا إيش يا بجوغ إيش إيه 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 تعملي تعملي بسق الجمل يا دولي علشان الدنيا حر بتسق الجمل لي خرب بيتك مش كفية التماثيل اللي بتبوزها كمان بتبوز الجمل يا ابني الجمل ده سفينة الصحراء يعني ما بشربش مياه خالص إيه ده دولة؟ إيه ده الكلب ده؟ دولة هو الكلب ده اللي أنا شوفته عندك مبارح في البيت؟ لا يا سيدي هو رانيا قصرت إن أنا قاعد عندنا إسبوع فجبته بقى شخصيتك الضعيفة دايماً موجودة في كل حتة يا دولة يا دولة رانيا تقولك حاجة تقوم راضي كده هون بالأمر الرابع على طول الأمر الرابع؟ طب إيه هو الأمر التالت؟ انت اي حصة جاي فيها وخلاص المهم يا سيدي عايزين ندور على مكان بقى الكلب دا يقعد فيه هنا في البزار لا يا دولة بص يا عم احنا القرفوف عندنا كلها زحمة يا عم والدنيا حر والتمثيل مش طيقة بعض اصر وانت فكرك ان انا هحط الكلب دا على القرفوف يا غبي يا غبي عايزين نعلقوا في حتة يعني اه ايه رأيك يا دولة احنا نعلقوا هنا هو مطرح الطابلة دي اشنوقوا بقى مكان الطابلة لا 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 بص اقول لك حاجة خليه على المكتب زى ما هو قاعدة اللي اقول لي يا دولة يعني وانت ناوي يعني فعلا تخلي الكلب دا هنا هو عندنا في البزار اه خليه في البزار ايه المشكلة دولة مش انت مبارح قلتلي ان الكلب دا يعني بوليسي اه طبعا بوليسي بس هو انت عارف بوليسي متنكر يعني عامل نفسه كلب صغير زى ما تقول كده ايه كلبه بوليسي سري طب يا دولة بقى خليه بقى يعني وصيه علي علشان ان لسه ما طلعتش بطاقة لا خليه اخذ داله منك بس اهم حاجة انت كمان تاخذ دالك منه شوفه محتاج ايه يعني نفز له اوامره انايا يا دولة تمام يا فندم تمام ادولة هو هيعمل ايه بقى هنا بالضبط هنا يا سيدي هيقوم بالحراسة طبعا في البزار عادي جدا يعني انت هتحرص البزار طول الليل وهو يحرص البزار طول النهار ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايش معنى يعنى انا اللي احرص البزار بالليل لان هو كلب صغير يا ابن ده ايه مفعش يحرص بالليل يا ابن بص ده هو نام بالنهار اساس انت احنا هننصح بالليل بالعافية اه فهمتك فهمتك دولة باين عليك ده هو المقتنع بالكلب اوالا رامسي انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي ولا ايه انت سمعتني ايه خرب بيتك ما بص بقى دولة بصراحة يعنى انا الكلب ده وان جاي بقى كده وان على قطع ايش يا عاما يا عاما قطع ايشك ايه بس يا رامز واي كلام بتقوله ايه ده يا رامز انت غالي عندي انت بميك كلبي يا لأ بنا اخليك ليه يا دولة رامز هاو هاو كده هاو 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 سنسن يا سنسن يا حبيبتي اسحى بقى والنبي انا نفسي افهم يا عادل انت عملت ايه في الكلب ده اه كون عملتله ايه يعنى بالعكس ده بيأكل ثلاث وجبات في اليوم الوضع رامزي ما باكلهمش يعنى لا ما فعلا واضح ان انت مهتم بيه وبتأكله حرام عليك يا مفتري ده عنده انت واق نفسي سايكولوجي وحالته النفسية متدهورة ده مكتئب جرأي يا ست انت يعني عايزان يعمل ايه يسيب شغله ويقعد يداد الكلب بتاعك ده حاجة غريبة والله الكلام اللي انت بتقولي ده يا ماما عامل ايه للكلبي مش راضي ياكل انا قلت من الاول مود ومش مظبوط مود ومش مظبوط اعمله ايه يعني وبعدين لعلمك بقى رامزي يعني متولي كل حاجة بيأكله بيشربه بيحميه وكل حاجة لا انا مصدعك ايه ما هو واضح ان هو خباله منه وبيأكله ده مش بعيد يكون بيأكل اكله حرام عليك انا مش هارفة بيكي لما هترجع من السفر وتشوف الكلب بالحالة المزدرية دي هتقول علينا عملنا ايه عملنا ايه يعني اعمل ايه اعمل ايه انا مش فاهم يعني كفاية او ان انا مهتم بيه وبأكله وبشربه كفاية منظري بس قدام المعلمين بتوقع البزارات وانا داخل خارج معايا كلب صغير كده معموله في يونكة حمرة شكلي وعش لا واللهي انت قد الكلام اللي بتقول ده اوكي اعتبر الاتفاق انتهى انتهى هاتقيدك بقى على الفلوس اللي انت خدتها قبل كده واعتبر ان الالف الجنيتي خلاص بقى 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 ايه يا راني ايه يا راني ايه هنعد ببعد ولا ايه واللهي بقى انت اللي بدأت انه بقى يا أستاذ عادة اشرب بقى مانيو ازاك عمال دولي ازاك حتة طبعا عمال رمزي الحمد لله ازاك دولي ايه اللي جابك هنا يا عادة يا رمزي ياه يا دولي ازهقت يا عم من قعد اتباق البزار فقلت بقى اجاعد في القهوة شوية ولا يعني الكلب دول احسن مني يعني انت هتزوق الكلب ولا ايه انت بتغير منه ولا ياه ده رمز بس يا دولي يعني الكلب دول مش احسن مني في حاجة يعني طبعا انا بحرس البزار زي وبالذات يا دولي لا مش زي وبالذات فهو بيحرس البزار بس انت بتحرس البزار وبتكسر التماثيل ايه وبكسرة عشان بفك النحسان هي ما بتبقاش عايزة اتباق انا انا مش فاهم انت غاية تهببية عايزة ايه عايزة ايه ولا حتة مورنا معلم رمزي ولو سمحت عايز كبات شاي تاني يعني على حساب دولي حبيبي انا ايه ولا ما انت لسه شرب الشاي بتاعي اديك قلت اهو بتاعي يعني انا لسه ما طلطتش حاجة يا سلام اه شكرا انا جاحت هاتا حتا ايه ده ايه ده انت هتاخد الشاي بتاعي بتاعك ايه يا اله الشاي ده بتاع انا يا اله ايه بقى بس بس مش عايز اي دوشة ايه لما اوزه باشا البس صغير ده بقى مش هنجيب له بقى يعني كراوية حلبة ينسون شوات عصير عظم ولو باشا بيشتغل بالحجارة ده ولا مش بالاكل ولا ايه يا زريف ده كلب زميلك ده ايه ده دولة ده كلب زميلك ولا كلب بوليسي بص ده اصلا كان قطة واخد بالك بس عمل عملية تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده فبقى دلوقتي كلب يعني ما شاء الله ياه اه اتاريني يا دولة كل مضربه يعد يناو ناو انت تبقى يا دولة هم الايه بيناو ناو ده وبعدين انت لابس اللبس بتاعه اللي قال ليه راسم الكلاب ولا ايه لا يا دولة ده اللبس بتاعه دولة ياه اه 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 باين عليك بتحب الكلب ده واقصة عادية اه طبعا لازم احبه يعني ده برضو روح يعني طبعا باشا طالما يعني يغالي عندك او كده ما تعالجه تعالجه ازاي يعني عالجه فيه اه اوديه لدكتور نفساني وديه لدكتور ماجد الديل ايه ماجد الديل ده يعني مادام ديل يبقى اكيد دي عليك حيوانات يعني لا اه ده حكايته حكاية باشا ماجد الديل ده هو صغير عده كلب فراح المشاشفة قعد خمشار سنة هناك فبقى تخصص خارج الكلاب ايه ده ايه ده ايه ده طبعا انا وانا صغيرة دول عديني كلب عادي يعني اكيد طبعا الكلب خد واحد وعشرين حوقنا ايه ده دول انتش عرافك يا ابن ما انا عارف ما دي امراض بتنقل الكلاب المهم معاك العنوان بتاع الدكتور ده اه طبعا لباشا معاي طيب حلوة ايه 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 هتعمل ايه هتدلق الماء عالكلب لا اسي كانت هتوقع اعمل هتتوقع هتتوقع ادخل حسنا يا اخي يا دكتور اهلا وسهلا احب عرفك بنفسي انا الدكتور ماجدي ديل اخصائي في علاج الكلاب الليلو والجرفون ماجستير في علاج كلاب الصيد دكتوراه في علاج كلاب الحراسة وزميل كلية الكلب البوليسي وعضو الجمعية الدولية لكلب البحر اكيد بقى موضوع كلب البحر ده حضرتك ما بتصيف يعني ما بتضيعش وقت تعالي كلب البحر برضو يعني حضرتك تقدر تعتبرني ملزمة ملزمة في علاج كل أنواع الكلاب الأليفة يا سلام طيب حضرتك يعني إحنا عندنا مشكلة في الكلب بتاعنا إن شاء الله معاك روشتة؟ آه اتفضل هي يا حضرتك آه كشف باسم الكلب سوني خير بيشتكي من إيه ده لا يا دكتور مش دال عيان حضرتك وإيش عرفك إنت إنت دكتور ده عيان وحالته متأخرة كمان أيها حضرتك أنا واسق إن حالته متأخرة بس ده إن شاء الله يحتاج عليك طويل أو حالته ما يقوس منها خالص لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها أمل أهو تفرق حضرتك ياه ده حالته صعب خالص طمين يا دكتور عنده إيه بالزبط حضرتك؟ للأسف الكلب عنده كرنبوليا على المخ واحتمال نعمله عملية نقل مخ نقل مخ لا بقولك يا دولة بقى ما تقلش تبصي يا عم أنا مخ بقى مش هيتنقل لحتة تانية يا دولة أنا مش نقس وبعدين يا دولة أنا سمعت إن نقل الأعضاء حرام لا يا لأ نقل الأعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجة هو ده اللي غلط لكن نقل الأعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابنة طب بص يا دولة إيه رأيك ننقل مخ القطة دي للكلب ده لا ساعتها يبقى كلب ما أطأت غلط غلط لا يا دولة لما ساعتها بقى أرضو هيبقى مخ الكلب ده في القطة دي ساعتها تبقى قطة بنت كلب لا لا ما ينفعش تنفع إنت مخك ناخدق لنقل الكلب ونخلص بقى طب وهيبقى إيه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جازمة إيه رأيك؟ من الواضح إن الكلب اتعرض لضغوط نفسية شديدة الشدة أثرت على عقليته الباطنة وطبعا أثرت على وظيفه الحيوية اللي بالتالي هي الكلاوي والكبدة والمخ يا سلام كلاوي وكبدة ومخ جوعتنا والله يا دكتور للأسف الكلب جاله شلل دماغي تام وفقد القدرة على الهوهوة اختصر يا دكتور ديل ويقول إنه هو مات يعني لا لسا فيه أمل بس أنا عايزة أسألك سؤال الكلب ده كان قاعد مع مين اليومين اللي فاتوا؟ أوفي إيه؟ أوفي إيه؟ كان قاعد مع ده حضرتك يعني أنا عارف طبعا إن رمزي من سلالة تانية بس ما كانش قدامي غير إن أنا قاعد اتنين مع بعض طب إنت بقى عدولة بقى ليه ما قلتش للدكتور ديل على الاتحاد اللي إنت بتتاهدوني دول ومدي أجري للكلب دول قد الأجري بتاعي آه النفسانة بتادي تظهر عموما إنت مشكلتك النفسية دي هنعليجها بعدين بقى نطعلك كشف ونجيبك للدكتور ديل نهاردة إحنا في مشكلة في قلب وعضاء للحل إيه يا دكتور؟ الحل إن الكلب ده اتعامل معاملة سيئة ومش حاسس بالاتحاد وفيه حد أحطه في دماغه إنت هتفضل نقاطيها هفو هفو ألا إيه ما أنا عارف مين اللي أحطه في دماغه نعمل إيه يعني يا دكتور؟ حياته تتغير وإيه إيه هتنفض الكلب؟ أنا مكنش عارف إن انت غلاوي قوي كده يا ده يا رمزي ايه يا دولة بقى لإن انت بتحب الكلب دوان أكثر مني يا دولة بقى لدرجة إن حسيت بالتفريطة العنصرية التفريطة العنصرية؟ ماشا يا رمزي انت عملت إيه في الكلب بالزبط يا رمزي؟ بص بقى يا دولة انت كنت كده وان كنت بتديني اتنين جن ونص أجيب لأنا وهو لانشو ناكلنا وهو سوا قلت عادي يعني ايه من يومين كده وان قلتلي لا يا رمزي هاتله هو بجنيه ونص وانت بجنيه يا رمزي وكل واحد في ورقة لوحده بتخولني لا وفيها ايه دي يعني معادي؟ لا يا دولة بقى مش عادي أنا بقى ردت لك الساغ بقى صاغين بقى يا دولة قمت انا جايب لأنا بجنيه ونص سلانشون كلته كله لوحدة وجايب له هو بجنيه واحد بس سلانشون واللي فاض منه كلته كمان انا مش هقدر طبعا يا رمزي انزل لعقليتك لكن اعمل لك ايه اعمل لك يا حرم عليه جبتلي الكلب شلل في لسانه بص بقى دولة بقى انت ابن عمي وحبيبي وكل حاجة بس بقى اللي اوله هو شرط اخره نور يا انا يا الكلب ده في البزار يا سلام الكلب تكع الله لا يا دولة انا اسف يا دولة انا كنت بحذر يا دولة والله كنت بحذر ما تقطعش هيش يا دولة والنبي ايوا كده اتعدل اموما الكلب ده هاعينه مدير عامل البزار وانت هتبقى شغال عنده الكلب ده بقى هز ديل ويمين تروح يمين هز ديل وشمال تروح شمال سامع ماشي يا دولة طب افرد بقى الكلب ده فرح بقى وهاتي هزي بقى ديل وشمال ويمين اعمل ايه تبتل رايح شمال ويمين شمال ويمين لغاية ما تدخن اخلص منا قدولة بقى اوه ما بيقبز ما بيتحركش اصلا بقى انت عملت في ايه؟ بيتحركش بس 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 نيو لا نيو ما بقى وصنا انت بتعقده بتعمله صوت قطة؟ ماشي ماشي التكل على الله روح هات له كوكتيل عشان يفوق كده ايه ده تب وانا قدولة وانت ايه؟ انت هتعمل دماغك بدماغ الكلب؟ تكرع الله هات الكوكتيل ماشي 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 معلش 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 صباح الخير اهلان اهلان ازاكي الخواجة تفضل تفضل ايه ده؟ انت عندك نوم من الكلاب دي؟ الى بس الكلب ده مش بتاعي ده واحدة سبعة عندي المدد اسبوع لكن لو عايز اي كلب تاني عندي مثلا تمثيل كلاب فارعوني وعندي برديات فيها رسومات كلاب فارعوني زي ما انت عايز لا تمثال ايه؟ مش ممكن ايه صدفة دي يا حضرتك موعد الكلب ده هنا في البزار ولا ايه؟ بصي خبيبي انت عارف ان انا عندي مزرعة من الكلال وعندي كلب اسمها ريتا وبدور لها العريس من سلالتها بتدور لها العريس على اساس اخطب لكلبتك وما تخطبش الكلبك يعني والصدفة ان ريتا في مصر دلوقتي في شرم شيخ ايوة جميل اهلا وسهلا بيها يا سيدي بس مش هينفع يعني حضرتك ارجوك لا حضرتك مش هينفع خالص بجد دي مسئولية ماينفعش ان انا اجوزها من غير ما اهل واعرفه يعني هو يوم واحد هاخد الكلب اتجوزه لريتا وارجعه لك تاني اسف مش هينفع خالص معليش يا خواجه حديك 500 دولار ايجار يوم واحد 500 دولار ايجار يوم واحد للكلب اتجوزه لريتا حضرتك انا ممكن اشهد على العقد يعني يا سلام 1000 جنيه رعاية و 500 دولار جواز ده كده الكلب ده جاي من وراه مصلاحة مية مية حلوة اوي 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 يا دولة الله عليك يا عم بقولك يا دولة ما تنساش بقى ابو الرماميز ابن عمك ها عزمني بقى على كوكتيل فواكه البحر كوكتيل فواكه البحر كوكتيل فواكه البحر اي زفارة جاي فيها انت وخلاص ايا يا راني ايه ايه بكينام صاحبة الكلب جاية تاخده النهاردة ايه هو دلوقتي ايه مش بعدها بكرة ماشي ماشي خلاص انا هجيبي الكلب واجه حاضر ماشي سلام سلام اه لازم اكلم خليه بقى عشان نرجع الكلب ده مصيبة سوق ده لا يا دولة لا ايه هتقامل كده يا دولة لا يعني هتعكلن على الكلب فيهم فرحوا يا دولة يعني مائد صح馬نا عليك موجين سواحد طبعا ايه دولة ايه لأ لأ بقولك ان ما تفكرش في لأ ايه لا لا لف 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 ايه دولة لف كده دين سوار اه ماشي لف كدّ اه ام اعملي سؤ столَك كده كده لا ماء انا مش مصدقة نفسي ان بعد الفترة دي هشوف البابي بتاعي يا سلام فعلا الدنة غالي فعلا انتو مش متصورين هوا وحشني قد ايه يا ترى شكل اللقاء هيكون ايه يا سلام ربنا يخليكم البعد وما يحرمكوش من بعض ابدا عادل فين القلبي عادل الكلبة مفروض على الوصول انا مش فاهم ايه لاخر رمز الغبي ده قبس ايدك يا عادل لو الكلبة مجاش دلوقتي مش حرقه بقيد فلوسنا انا حاسة يا طن ان ممكن يغم علي لما شوفه لو لان الفيزا بتاعته اتأخرت كان زمانه معايا هناك في ملطة شوف الدنيا يا عيني معلوش حبيبتي معلوش بس انا بقى مبسوطة جدا ملفز في النص بتاكل الكلب ده ربنا يخليكم البعد عادل الكلب فين انا مرار تحت اتفئة وحيجي للنقطة بابا هو الكلب لسه عياني عياني البوبك داي عياني لا انا كان قلبي حاسس اعملت اي هرانية في الكلب بتاعي لا 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 ما عملناش اي حاجة كل خير ان شاء الله ده هو عطس عطسة كده وقلنا له الف سلامة ليك ودينا له بس فيتامين سي كده فبقى تمام الحمد الله وعارفة صحقته ردت وقعدته في البزار وبقى زير فل ما تلاقيش خالص اه 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 دولة حبيبي دولة ولفت فيه كلب يالك اه جاية دولة اه اه ادخل ايوها الكلب ايه رأيك يا معلم محلم ايه دي خلبيتك ايه اللي انت جايبه ده انا قلتلك عايز كلب قد اللي كان عندنا جايب لنا واحد قده عشرين مرة ينغضي ايوها دولة ما انا قلت بقى نقي واحد كبير بقى هو فيه ايه؟ او عتقول الكلب بتاعي واصل هو صراحة واصل ايه ده؟ هو شكله اتغير كده ليه؟ هو بقى ضخم ازاي؟ بص يا حضرتك عشان تبقي واثقة ان احنا اهتمينا جدا بالكلب بتاع حضرتك فاحنا اكلناه كتير جدا زي ما تشايفه وشربناه كتير جدا والعلم كرمزي ده كان عند اربع رجلين بس هو كان رجلين منهم يعني وقعدناه في الشمس فالونه وبعد ما كان ابيض بقى اصفر فاسود وكده يعني انا مش عارفة اقولوكو ايه؟ انا متشكرة قوي ودول ميتين جيني زيادة الله معقولة معقولة تفضلي مع السلامة مع السلامة مع السلامة باي 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 اشتركوا في القناة